اشتركوا في القناة المور عليه ال بول من المواد الاخراجية нейش تغردها نحن نضمي على ح vampires البرز طبعا ده ليس من المواد الاخراجية وبالتالي ده اللي احنا نختاره البرز زي ما احنا عرفين ده لا يعطر من المواد ايه الاخراجية فأقونا ده هات الاجابة العرق طبعا من المواد مين الاخراجية النفرونات هي نقطة أو ععية تحتاج لبول قبل خروجه من الجسم طبعا الكلام ده غلط المكان الذي يخرج من البول خارج الجسم برده غلط وحدات مجهرية تعمل على ترشيح الدم وإزالة المواد الضارة من الجسم يبقى دي الإجابة الصح يبقى الإجابة رقم جيم هنيجي بعد كده للسؤال اللي بعد كده الجهاز المسؤول عن ضقية الدم وترشيح الجسم من الفضلات هو الجهاز يطر الدوري ولا البولي ولا التنفسي طبعا الجهاز البولي العضو المسؤول عن استخلاص الماء والأملاح الزائدة في صورة عرق يطر الكليا ولا الجلد ولا الرئة طبعا العرق بيطلع عن طريمين الجلد القلع عضو رئيسي فيه الجهاز العصبي البولي التنفسي الجهاز البولي ضع علامة صح أو علامة خطأ رقم واحد تمر خلايا الدم والبروتينات عبر النفرونات كلام ده طبعا غلط احنا عارفين ان خلايا الدم والبروتينات لا تمر عبر مين نفرونات لانها بيكون كبيرة الحجم يشارك الجهاز الهضمي في عملية الاخراج طبعا الكلام ده غلط علشان عملية الاخراج هنا عبور اللي هي المواد خلال الاخشية لا يعتبر الجلد من اعضاء الاخراج في الجسم طبعا الكلام ده غلط علشان بيمر خلال الجلد اللي هو العرق والعرق ده بيكون عبارة عن ماء زائد واملاح هنحل مع بعض الواجب المنزلي او السؤال اكتب المصطلح العلمي رقم واحد هيرمون يفرز من البنكرياس وينظم مستوى السكر في الدم هيرمون الانسولين الجهاز المسؤول عن تخزين الفضلات والتخلص منها الجهاز البولي مجموعة من الاعضاء تعمل على اداء وظيفة واحدة مشتركة للجسم الجهاز اكتب السبب العلمي تعتبر الكلية هي العضو الرئيسي في الجهاز البولي الاجابة لانها تحتوي على النفرونات التي تعمل على ترشيح الدم وازالة المواد الضارة من الجسم لا يعتبر البراز من المواد الاخراجية على الرغم من انه فضلات لانه لا يمر خلال اغشية الخلايا ماذا يحدث عند اصابة الانسان بمرض السكر الاجابة هي تناول المصاب بمرض السكر جرعات منتظمة من الانسولين عن طريق الحكم او مضخة الانسولين طبعا الاسبوع ده مفيش تقييمات اسبوعية علشان في اختبار الشهر يارب كده كلنا نجيب الدرجات النهائية كان معكم مستر طارق وإلى اللقاء ان شاء الله في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة